بالنسبة للغرب في كتير مناطق عادة نسمع العبارة أبعد عننا يعني بيقولوا لالله أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر وفي الشرق طبعا إحنا ضايعين في مظاهر التدين الخارجي وباسم الدين عم نعمل أمور اللي هي ضد الله من كرهية وبغضى وعنف للآخرين مش عم نشوف العدالة الاجتماعية عم نشوف ظلم ضد حقوق الإنسان ضد الإنسان بشكل عام ففعلا بلادنا كلها محتاجة لنهضة محتاجة لإفتقاد إلهي محتاجة لزيارة إلهية لكن الأخطر أحبائي عندما تكون الكنيسة في حالة راحة وعندما تكون في حالة هدوء وعندما لا تدرك الكنيسة الحرب الروحية الحرب الروحية طبعا حربنا أو صراعنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السمويات فالحرب هي مش ضد البشر لأننا مدعوون أن نحب كل الناس وحتى الأعداء حتى نحب الأعداء لكن بالحقيقة في قوات خفية اللي عم تعمل اللي بتحاول تبعد المؤمن عن الله أو بتخليه في حالة فاترة محبة قليلة وعن بعيش حياته طبعا بشكل لا مبالاة عدم الاهتمام والأيام بتمضي والأيام بتروحوا بتيجي غير مدركين أهمية الوقت غير مدركين أهمية الأيام غير مدركين أنه عجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء فمحتاجين إلى هذه اللمسة اللمسة الإلهية محتاجين إلى البركة الإلهية ترجمة نانسي قنقر